مشاهدين هذه القضية نفتحها للنقاش على طاولة الرئيسة مع ضيفنا في الستوديو الباحث في شؤون المكون المسيحة لساذة نوزاد الحكيم سيد نوزاد ورحبك معنا ونشكرك على تلبية دعوة الحوار يعني شاهدنا السيد مسفور بارزاني استقبل الكاردينال لويس ساكو وبعد هذا الاستقبال كان هناك بيان لمكتب السيد مسفور بارزاني جدد القلق من سحب رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري المتعلق بالكاردينال وأيضا عبر عن أمله في أن يصحح هذا الخطأ بعد هذا اللقاء هل ستصحح الأخطاء برأيك؟ شكرا جزيلا طبعا حكومة الإقليم دائما مواقفها واضحة جدا وشفافة وخاصة بقضية التنوع وقضية حقوق المكونات الأخرى وخصوصا المسيحيين الذين يمثون الديانة الثانية والقومية الثانية في إقليم كردستان فبالنسبة الكلدان وعودة سيدنا ساكو إلى أربيل هذه العودة ليست جديد لأنه في وقت التهجير القصري أيضا احتضنت أربيل وإقليم كردستان وحكومة الإقليم رحبت بكل هذه الجماعات التي كانت مضطهدة ومهمشة وتم قتلها وتهدي استهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية ولحت هذا اليوم بصراحة حيث بغداد حاليا غير مرغوبة للعيش بالنسبة للمسيحيين بسبب هذه السياسات المجحفة بحق المسيحيين قضية التصحيح لحد الآن لم نرى أي موقف من حكومة العراقية لم نرى أي موقف من البرلمان العراقي لن نرى أي رط فعل من الرئيس الجمهورية وحلى هذا فأن حكومة الإقليم استقبلت واستضافت وفي نفس الوقت تشاهدونها غبطة الباطريار مارلويساك والتقى في السيد مسعود بارزاني والتقى من الرئيس نيجيرفان بارزاني واليوم آخر لقاء كان مع السيد مسرور بارزاني وتحديدا اليوم المطالبة بتصحيح الخطأ أو بتصحيح المرسوم وإلغاء المرسوم 31 إذن هذه خطوة جيدة من حكومة الإقليم ومحسوبة دوليا ومحسوبة محليا لاسترداد الحق لكي يعيش المسيحيين بحرية لأن هناك مواد دستورية تحمي هذه الحريات نعم حدث عن هذه المواد بالتفصيل سيدي لكن الكاردنال لويساكو سبق وأن تحدث وقال بأن قرار رئيس الجمهورية سابقة لم تحدث في تاريخ العراق وأكد أن هذا القرار بسحب المرسوم نياته تحقيق لرغبات جهات أخرى طيب هل هناك فعلا جهات أخرى تقف خلف هذا القرار وليس فقط رئيس الجمهورية نعم طبعا أكيد بأنه هذه سابقة خطيرة ولم نعرف أسباب بأنه الرئيس الجمهور سيد عبداللطيف رشيد كيف وقع هذا المرسوم وما هي أسبابه وما هي الخفايا والمؤامرات والنيات من قبل جماعات أخرى تسلط أو لديها السلطة في بغداد وهناك اتهامات تعرفون جيدا لبعض الفصائل ولبعض الكيانات السياسية أيضا وتداخلات كثيرة في الموضوع إذن لماذا يكون هناك أي موقف وهناك تطاول حلاق مرجعية المسيحية من قبل بعض الوسائل الإعلام المعروفة في بغداد تعمل يوميا وهذا استهداف حقيقي لغبطة الباطريارك والاستهداف الكنيسة الكلدانية تاريخا بالفعل وهذه سابقة خطيرة أتصور بأنه إذا لم تعالج في هذه الفترة سوف يكون لها مخاطر على وجود العراق في المجتمع الدولي وإذا أيضا ولا علاقاته الدولية أيضا نعم طيب سيد نوزاد بما أنه تحدثت عن الدعم الدولي كان هناك دعم دولي وتضامن أيضا من قبل ما يقارب 11 دولة أوروبية ماذا يعني لكم هذا التضامن؟ التضامن هو أكيد لأنه التضامن مع الحق مع الحقوق هناك إدارة التنوع هناك دستور هناك حقوق تاريخية للكنيسة الكلدانية تحود إلى مئة سنة قبل الآن إلى سبعة تطاركة هذا المرسوم بالرغب وعلى أيضا تاريخيا إلى 14 قرن 1400 سنة لأنه من الخلافة العباسية ولحد هذا اليوم هذا المرسوم طبيعي أي رئيس كنيسة كلدانية هو بمثابة ماربطرس الرسول الذي أسس الكنيسة الأولى في القرن الأول فإذا كيف هذا التحرش وهذه سابق خطيرة بهذا المقعد الرسولي الكرسي الرسولي الموجود في بغداد وأربيل أيضا وكل العراق تاريخيا كان في أربيل وانتقل إلى عدة جياد إلى القوج وإلى الموصد وآخرها كان في بغداد لكونها الحاصمة وسمي بباطل يركيد بابل على الكلدان من ناحية تاريخية واليوم كان غبطة القرن قبل عامين بأنه يريد أن يكون باطل يركيد بغداد على الكلدان فكل هذه السمعة والتاريخية والتاريخ القديم لهذه الكنيسة يمحو في إلغام رسوم أل من المحقول إذن التعاطف الدول هو تعاطف حقيقي مع الحق ليس تعاطف من أجل بالعكس من أجل حقوق من أجل استقرار من أجل أمن وسلامة المواطنين العراقين أي كان وإلا شنوه والتنوع وقضية زيارة قداسة الفافا إلى العراق ما هي نتائج النتائج كلها سلبية لحد هذا اليوم نعم طيب يعني هناك بوادر غضب لدى المسيحيين في العراق من هذا القرار الرئاسي وهناك أيضا حالة من التضامن مع الكاردينال لويساكو هل من الممكن أن يؤثر هذا القرار على أوضاع المسيحيين داخل العراق هو طبعا أوضاع العراق دائما يعني بصراحة في وسط وجنوب متوترة ولحد هذا اليوم ليس هناك نعمك مجاملة في الإعلام ونلتقين أنتم شعوب أصيلة وكذا وكذا لكن أين هذه الحقوق أين تم بناء كنيسة واحدة من قبل الحكومة في بغداد أو في البصرة أو الموصل أو غير مناطق لماذا في الإقليم تشاهدون بناء الكاتدرائية والمقر الباطل يركي والأجيرة والكنائث وبلدة عنكاوة التي كانت من 14 21 ألف هزحانيا 82 ألف نسمة من المسيحيين فإذا لماذا هذا الاهتمام في أربيل وعكسه في بغداد بحد اليوم لن نرى أي استقرار للمسيحيين منعكس هذه الأزمة الأخيرة ستؤثر بأن لا يبقى ولا مسيحي في بغداد طيب نعم طيب من الناحية الدستورية سيدي الكريم لا يجوز اليوم لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو يقالك رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعك السؤال الذي يطرح نفسه هنا على ماذا استند رئيس الجمهورية بهذا القرار الجمهورية طبعا اليوم كان هناك في واشنطن بوضع أحد عميدة الفاتيكان بأن هذا القرار ليس لصلاحية رئيس الجمهورية العراق ولا تؤثر على قضية شخصية ساكو وتعينه والمرسوم الذي لديه في الفاتيكان هو كاردينال في الفاتيكان هو لا معنى له لكنه السحب المرسوم يعني الاستهتاق واستهانة بالرمز الديني يعني بصراحة استهانة بالرمز الديني وهذه تؤثر على مشاعرنا المعنوية كمسيحين وأيضا مشاعر المعنوية لغبطة الفاتر يارك أيضا هو رئيس هل من الممكن أن يقوم بإلغاء مرسوم لأحد الأطراف الغير المسيحية بنفس النهج وبنفس الوتيرة التي قامت بها وهو هذا مدعومة وفي نفس الوقت لا نعرف النيات هي استهداف المسيحين وإجراء التغيير الديمغرافي وآخرها كانت شاهدا على هذا الموضوع هذه المظاهرة في الموصل بأن هناك تغيير ديمغرافي هناك استهداف للمسيحين من يريد أن يحاول تهجير المسيحين حتى من سهل نيلو طيب بعد هذا القرار برأيكم هل هناك لربما بديل عن الكاردينال لويساكو لربما يجهز من قبل بعض الجهات أم لا يوجد أي بديل لدى المسيحين غير الكاردينال لويساكو هذا خطأ فضيعا يفكر به أحد بأنه قضية البديل هو من يتحكم بمركزه وليس هناك أي بديل هناك السنودس الأساقفة الكلدانية هو من يقر ذلك وليس أحد وسيدنا فساكو وباقي هو كاردينال ليس له علاقة بتعينه من قبل الحكومة العراقية أو لا بأي جهة أخرى أي كانت وليس لها الحق أي جهة سياسية التدخل في شؤون الأوقاف المسيحية الموجودة في بغداد نعم وضحت الفكرة ونعتذر منك جدا على ضيق الوقت الباحث في شؤون المكون المسيحة الأستاذ نوزاد الحكيم شكرا جزيلا لك شكرا